السلام عليكم. انا النهار ده هعمل معاكم طباق السلطة. طباق ده بيبقى لذيذ جدا في طعمه. وسهل جدا في مكوناته. ده طبعا لو كان نبرة في اي مطعم او في اي كاف شوب ده سعره ببقى غالي جدا. آآ بالنسبة للمكونات اللي محطوطة فيه. انا حطيت بس شوية مكسراتها عليه ممكن ديها تيه اغلى حاجة في الموضوع بس ممكن تستغنوا عنها. هبدأ اوريكم. عندي بولة كبيرة طبعا. الحاجات دي انا بقطعها وبحطها فوق بعضها ما بعملها ش مكس. وبعدين السوس ببدأ آآ ارش فوقها. عندي هنا هجبت حزمتين من الجرجير. هبدأ قطعهم قطعة كبيرة. هتخلص طبعا لو في آآ اللي هي الاطراف بتاعة الجرجير ديت آآ بس بها ما بحطهاش. وبقطع الورق آآ كبير. وهحطه في البولة. طبعا الاوراق ديت مغزية جدا اوراق الجرجير وكده. وبنبقى ساعات محتاجين رايح بطننا من الاكل التقيل. فبنعمل ممكن سلطة وشربة وممكن آآ حاجة مشوية معاها او لأ آآ حسب ما بتحبه. آآ طبق السلطة ده هيعجبكو جدا 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 في طعمه. كده خلصت تقطيع الجرجير. المكون التاني عندي آآ بصل أخضر. هقطعوا برضو حلقات زي ما انتم شايفين كده. هضيفه على السلطة بتاعتي. هبدأ اضيف الشاري طوميتو ممكن تقطعه طماطم عادية مكعبات لو عندكو الشاري مكتوميتو. وهضيف رمانة. عند عندي دي نصف رمانة. آآ هضيفها على الوش كده. زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجات دي المكونات الجزائية بتاعتها حلوة جدا. آآ ومبزات في الصيام. وآآ هتفيدكو قوي. ودعمها كمان مش هتبطل وتعملوها. عندي السوس كمان بتاعنا عايز اقول لكم عليها. عندي هنا جبنة بيضة. انا قبل انا ساعات بستخدم جبنة فيتا. بس الجبنة اللي انا حطيتها المرة دي اللي هي جبنة البيضة قليلة الملح. آآ عشان ما تعطشناش كده وكده في الصيام. فهبدأ احط الجبنة البيضة على على الصلطة. وبعدين عندي السوس بتاعي عبارة عن انه دي بس رمان مع معلقة دي بس رمان مع معلقة زيت زاتون مع آآ ملح وفلفل اسود ومع صير نصف لامون وهبدأ احطها كده طبعا انتم ممكن تزودوا دي بس رمان لو حابين وبيدي طعم مزازة وطعم حلو قوي للسلطة. آآ كده خلاص السلطة بتاعتنا جاهزة ممكن تقدموها بالصورة دي بس انا نضيفت عليها كم قطعة من عين الجمل آآ عشان الطعم وعشان الفائدة الغذائية بتاعلى. كيمة الغذائية بتاعتها تعلى. وزي ما انتم شايفين كده طبعا انا باكل السلطات دي في المطاعم باسعار عالية جدا مش متناسبة طبعا خالص مع المكونات اللي محطوطة فيها المكونات ديات اسعار واقويزة جدا وخيصة جدا. وزي ما انتم شايفين الطبق شكله حلو قوي. وطعمه حلو هيبقى حلو قوي هيعجبكو جدا. آآ يارب يكونت الوصفة عجبتكو وتكون خفيفة عليكو. آآ ياريت ما تنسوش تعملولي لايك وآآ سبسكرايب وشير وتدعموني في الوصفات اللي جاية ويارب تشوفوا الفيديوهات والوصفات اللي فاتت. وانا سايبها لكم الطريقة في صندوق الوصف وشكرا لكم كل سنة انتم طيبين.